نبدأ من حيث هذا التقرير محمد صلاح النهاردة يعني منتشم محمد صلاح كل يوم كده فرحة وكل يوم فقر وكل يوم جايزة لدرجة لا بيتحاس ان الجوائز دي بتاعتي ماش ليك معاه في الجوائز دي انا خدت جايزة النهاردة مش بمبلغة والله ولا بكلام حلو وخلاص بس مش ما كانش ده اصلا في احلامنا يعني احلامنا انه مثلا لعب يجيب جول في الدولة الانجليز وكلامنا في الكلام ده قبل كده نهاردة كل يوم لقب وكل يوم جايزة تمدخيلة كريم خمس مواسم الراجل هدف في ثلاث مواسم فيهم اعجاز دور انجليزي او كدور في العالم اعجاز اعجاز انت بتتكلم عن انه كمان مش بس هدف الموسم ده هدف وافضل صنع العاب يعني الراجل مفترض ان هو بيلعب في مركز يعني المفترض يبقى اول حاجة بيفكر فيها التسجيل ازاي بقى اناني ازاي يعلم من اسهمه لكن كمان هو صنع اكتر من صنع اللعب وصنع اكتر من الباك وصنع اكتر من لعب خط الوسط وعلشان كده اللي بيعمله محمد صلاح ده اعجازي فلما تيجي النهاردة تسمع ان جايزة افضل لقف البريمل لي جراحت لكيفن دي بروين ده هزار هزار تماما يعني انت النهاردة عندك لعب المفترض ان هو جامع ما بين جايزتين الجايزتين دول بتقول ان هو خلاص الموضوع منتهي افضل قداف وافضل صنع العاب فالنهاردة انت بتديها الكيفن دي بروين اللي صحيح بيفنش الموسم بشكل جيد بس ارقامه بقى ايه لحد يناير يا كريم دي بروين من اغسطس لحد يناير لعب واحد من اسوأ مواسمه يعني كانت بداية محبطة جدا الراجل لحد يناير مسجل خمس اهداف وصنع جول وهو مركزه صنع العاب محمد صلاح في نفس الفترة مسجل خمستاشر جول وصنع عشرة وهو مش بيلعب صنع العاب اقولك حاجة ما فهاش مبالغة يعني واللي شاف مانشستر سيتي السنة دي يعني لو كانوا عشان يقسموا الجوائز يعني من مانشستر سيتي وليفربول لو ادوها الكنسيله كنت هفهم اكتر من كيفن دي بروين عشان الكنسيله من اول الموسم لاخره عامل موسم مش طبيعي ومدهش مع مانشستر سيتي